السلام عليكم وياهلا بكم في فيديو جديد الفيديو ده معنا مراجعة لبرنامج تغيير الصوت بالزكاء الاصطناعي وازاي نستخدمه في الربح من الانترنت نبدأ اي رابط اعملي برنامج موجود في سند الوصف وموجود في اول تعليق مسبت خلينا بقى نتعرف على البرنامج ويه اللي ممكن نعمله به وبعدين اقول لك ازاي نربح منه ومن استخدامه والكلام والافكار لتقال في الموضوع ده كتير بس خلينا الاول ناخد فكرة عن البرنامج وعن كيفية استخدامه وتابع معي الفيديو للنهاية ان اعجبتك الفكرة اعرفني في تعليق او حتى بلايك على الفيديو علشان نعمل جزء تاني شرحه تفصيلي ولو ما لقيتش تفاعل على الفيديو يبقى كده الرسالة وصلت وفهمت رغبة الناس تمام تمام انا هبدأ دلوقتي في شرح البرنامج تقنيا وفي نهاية الفيديو هقول لك ازاي تستخدم البرنامج ده في الربح من الانترنت يلا بينا هنحمل البرنامج من موقع رسمي في ريدا واللوت بيدعم وندس عشرة وندس حد عشر فتح المجلد ونثبت البرنامج ممكن نختار من هنا المكان اللي هنثبت فيه البرنامج ممكن اغير مكان تثبيت مسار التثبيت وبعد كده طبعا لازم الجهاز يبقى وصل نت وحنا بنثبت البرنامج لانه بنثبت خلاص كده اكتمل تثبيت البرنامج هنا بيقول لك البرنامج بيدعم جميع التطبيقات دي هنقول له start now والبرنامج على فكرة بيعمل كارت الصوت افتراضي خاص بيه يعني دلوقتي عندي تلك كروت صوت عندي كارت الصوت الاساسي بتاع الجهاز وكارت الصوت بتاع المايكل بلويتي وكارت الصوت اللي عمله برنامج وهعرفك ازاي تبدل ما بينهم بس خلينا نكمل للاول انا بقول لي انا اختار المايكل اللي انا هسجل منه يس جاب لي المايكل اللي عندي حتى ما وجدت الصوت ظهرت في البرنامج ايه وانا بتكلم وبسجل دلوقتي الفيديو والسبيكر برضو جاب لي البلويتي ممكن ارفعه عن حد مية في المية بالشكل ده واقول له continue انا جاب لي نبارات الصوت الاساسية اللي موجودة في البرنامج ومعي صوت واحد صوت واحد مخصص قدر استخدمه بشكل مجاني لمدة 24 ساعة وبعد كده وجد البرنامج بسيطة جدا وممتعة جدا وهعرفك كل حاجة فيها بدون منل سريعا كده بس الاول عايز اعرفك نقطة موضوع كارت الصوت الافتراض ده اول حاجة لو دخلنا على اعداتة الصوت عندي اول حاجة اللي هي المخارج بتاع الصوت او السماعات عندي السبيكر بتاع المايك اللي انا بسجل منه دلوقتي اللي هو ليتي والسبيكر بتاع الجهاز دول ما نجعوا بهم لان انت ممكن يكون عندك السبيكر واحد انا اللي يهمنا دلوقتي المدخلات او المايك عندي مايك المايكروفون ليتي وعند المايك بتاع اللي هو المايك بتاع البرنامج اللي هو بتاع كارت الصوت الافتراضي فانت كده بالنسبة لك في الاول خالص حدد انت عايز استخدم انا صوت. صوت البرنامج بمؤسراته ولا بدون مؤسرات عن طريق المايك بتاعك بدون اي مؤسرات. انا بالنسبة لي دلوقتي علشان انا بسجلك الفيديو وعايزك تسمع صوتي بدون اي تأثيرات فمختار المايكروفون العادي بتاعي اللي هو ليتي. لكن لو ما عايز الصوت يتغير هعلم دلوقتي على ايه? هعلم على المايكروفون بتاع البرنامج اللي هو دي كانت النقطة المهمة اللي انا حاب بقول لك عليها كاول حاجة. تمام? تمام. نره بالي برنامج. اول حاجة عندك هنا. الودني دي لو حطيت عليها علامة بالشكل ده. يبقى انت كده مش تسمع نفسك. شلت العلامة دي يبقى انت كده هتسمع نفسك. تمام? انا بالنسبة لي مش عارف اتكلم وانا باسمع نفسي. فقفل العلامة. تمام. قفلتها. دي المايكروفون. لو عايز اقفل المايكروفون بضعت هنا. عايز تغيره برجعها تاني. هنا ايقونة دي لو علمت عليها او شلت التعليم من عليها. دي بتعمل تمكين او عدم تمكين لتغيير الصوت. يعني لو خلتها غير ممكنة يبقى صوتي مش هتغير. الصوت هيطلع طبيعي زي ما هو. خلتها زي ما ايا كده. معلاش العلامة. معلمتش عليها. يبقى كده مؤسرة الصوت اللي انا اعملها او نبرد الصوت اللي انا اغيرها هتبني معايا. تمام? تمام. عندك هنا 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 صوت المايكروفون بتحدد النسبة بتاعته. وهنا حجم الصوت اللي انت تسمعه. حجم الصوت نفسك وانت بتتكلم. لو انت حابت تسمع صوتك من الايقونة دي اللي قلنا عليها. تمام? تمام. طيب الاشكالة قدامك دي جميع النبرات الصوتية اللي موجودة في البرنامج ودي كتيرة جدا زي ما انت شاهد كده. لان احنا وقفين على تبويب بالشكل ده. تمام? ففروت الحاجات اللي انا بحط عليها قلب. لانا بحطها عندي في المفضلة. الحاجات اللي انا مخصصة وانا بالنسبة لي مش مخصص حاجة دلوقتي. الهيومان البشرية بيجيب لك الاصوات البشرية. طفل رجل عجوز بعد الست بنت صغيرة وهكذا. روبوت معروف جيمس صوت الالعاب. شخصيات. سام تحت كده بيجيب لك حاجات تانية كتيرة. تمام? تمام. هسيب لك ديها في اخر الفيديو هجرب فيها الاصوات دي معك كده. خلال دقيقة كده بس خليها في نهاية الفيديو عشان نتكلم في المهم الاول. تمام? تمام. عندك الرمز ده كده ده رمز الصوت اللي مختار. وانا دلوقتي مختار على الصوت الاروجينال. تمام? لو اخترت الشكل ده كده بيزهر لي هنا. كلام جميل. طيب. مجموعة الاعداد دي هلاقيها برضو في مجموعة الاعداد اللي هنا دي. نقولها برضو كده. هنا لو هتعمل اختصار من الكيبورد. عشان تشغلوا مايك او تقفلوا. عشان تشغلنا برض الصوت او تقفلها. هنا حجم الصوت اللي انت تسمعه وهنا اتقنت الصوت وهجزة. دي مجموعة مؤسرات صوتية. دي يحفظ الاعدادات. انت بتعمل الاعدادات معينة ممكن تحفظها من هنا بعد ما تخلص. عليك الصوت مسلا سبعين في المية تمانين في المية بتخلص وبعد يجبها تعمل بيحفظ لك الاعدادات. دي برجع لك الاعدادات كلها زي ما كانت. دي موجود هنا. موجود هنا في الاعدادات للعجنب. فتح لقايمة للعجنب دي. تمام? دي ارجع تاني كده. من هنا. كده احنا وصلنا للقايمة للعجنب دي. رمز المايك ده بيجيب لك الصفحة اللي قدامك دي بكل اعدادتها الايكونة دي دي ممكن تعدل على ملف صوتي انت مسجله من قبل كده موجود عندك الجهاز ممكن تعمل من هنا وتبدأ تعدل عليه وتحط عليه نبارات الصوت اللي انت عايزها وهنا بيقول لك بيدعم كل الامتدادات اللي موجودة قدامك دي تمام لو انت هتسجل صوت من خلال البرنامج وتبدأ بعد كده تعديل عليه تمام تحط له النبارات الصوتية اللي انت عايزها عندك بعد كده الايكون اللي بعديه. دي عبارة عن بنحدد بقى المؤسلات الصوتية اللي احنا عايزين نعملها على صوت بتاعنا. تمام? بتخصصها على حسب رغبتك انت. الايكون اللي بعدها دي. دي من خلالها بتحط الايميل بتاعك عشان يجي لك من برنامج. الاخيرة دي الاعدادات. هنا بتختار المايك اللي انت هتسجل به. المايك الاساسي اللي انت هتسجل به. وهنا بتختار السماعات اللي برنامج يستخدمها. انت هتسمع الصوت من اني سماعت. انا بالنسبة لي زي ما قلت لك عندي مهرجية للصوت. تمام? تمام. اخر ايكونة تحت دي بتدخلك على صفحة الموقع عشان بتجيب لك شوية تعليمات وارشادات لاستخدام البرنامج. تمام? تمام. نقفل. ونرجع للبرنامج. القائمة اللي فوق دي بتجيب لك تعليمات لاستخدام البرنامج. هنا مساعدة اونلاين. هنا عشان تتواصل مع الدعم. هنا عشان تور رأيك في البرنامج. هنا عشان تبحث عن تعديسات او تفحص عن تعديسات للبرنامج. وهنا عن البرنامج نفسه. تمام? تمام. دي كده تقريبا كانت كل حاجة تقنية خاصة بشرح البرنامج. وبعدادات البرنامج. طيب اخر حاجة بقى عشان ما تهش مني ركز معي كده. البرنامج ممكن تستخدمه في حالتين. ممكن تستخدمه في ان انت تطلع صوتك مباشرة. لو انا مسلا في على الفيسبوك او لايف على اليوتيوب. او لايف في لعبة معينة. وعايز صوت يطلع مباشرة. انا بتكلم وصوت يطلع مباشرة للجمهور. بحدد الاول مايك بتاع البرنامج تمام? كليك يمين. وبحدد مايك بتاع البرنامج تمام? بالشكل ده. كلام جميل. طيب دلوقتي بقى لو كلمت حد يعني هنفرض مثلا ان انا غيرت صوتي للصوت الراجل ده كده. تمام? وكلمت حد صوتي هيطلع له مباشرة بنفس الصوت الراجل ده. بنفس الصوت اللي انت سمع دلوقتي. يعني انا دلوقتي عملت مكالمة من على الكمبيوتر على فيسبوك وكلمت لحد بالصوت ده هيسمع نفس الصوت اللي انت سمع دلوقتي. يعني ممكن يكون سمع صوت البنت دي او الستة اللي بتكلم دي. تمام تمام. ده الصوت الارجنال. تاني عشان نكمل عليه شرح. كلام جميل. يبقى كده لحد دلوقتي انا بخرج صوتي من خلال المايك بتاع البرنامج. على طول. تمام تمام. طيب ونفرض بقى ان انا عندي ملف صوتي وعايز اعدل عليه. او عايز اسجل ملف صوتي وغير عليه وعدل عليه. بدخل على الايكونة التانية دي. تمام? وممكن نسجل صوت دلوقتي. انا وقف دلوقتي على هضغط على زرار بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي بسجل مقطع صوتي علشان اعمل عليه مؤسلات صوتية ونشرح عليه. يعني بعض التعدي لك كده. تمام? خلصت المقطع بتاعي. بياجي دايس على سطوب بالشكل ده. بيفتح لي الصفحة. اذا المقطع اللي انا سجلته وبهر عن تلاتاشر ثانية. بيقول لي هنا دلوقتي. انت عايز تحفظ مباشرة تعمل وتحدد المكان اللي انت هتحفظ فيه. والامتداد طبعا افضل امتداد اللي هو الويف. تمام? تمام. وهنا مستوى الصوت وهنا اسم ملف. وبضعط على كلمة بيحفظ مع مقطع الصوتي. كلام جميل. طيب هنا المؤسلات الصوتية انا عايزه يبقى بصوت ايه? ونفرض مسلا ان انا عايزه يبقى بصوت البنوتة دي. تمام? ماشي يا ستي. كلام جميل. وبعد كده اعمل اكسبورت. ونعمل عشان يفتح لي الملف. عشان يفتح لي المجلد. ونشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي بسجل مقطع صوتي علشان اعمل عنيه مؤسلات صوتية ونشرح عليه. يعني بعض تعدلات كبيرة. تمام. كلام جميل. نرجع للبرنامج. نعمل من هنا. هنا لو انا عندي ملف واعدل عليه. بس حاليا انا مش متجهز ملفات عشان اعدل عليها فتعا نسجل مقطع صوت تاني كده. دلوقتي احنا بنسجل مقطع صوتي علشان نعدل عليه. مقطع صوتي خام بدون اي تعديلات. تمام? تمام. اعدل مقطع الصوتي تمن دقايق. والصوت خام. مابوش اي تعديلات. اعمل لأكسبورت. دلوقتي احنا بنسجل مقطع صوتي علشان نعدل عليه مقطع صوتي خام بدون اي تعديلات. تمام? كلام جميل. ده سميه هو متسمي اوه تمام? بس خلينا نعمل اختصار على الدسكتوب. ونرجع كده باك. زي ما قلنا الايكونة دي. ممكن نختار من هنا عشان نعمل لأي مقطع الصوتي احنا مسجلينه او محملينه من على نت او من اي مكان. المهم ان هو مقطع صوتي. تمام? او حتى بدعم من الفاتي الفيديو بياخد منها الصوت بس. ودي المقطع الصوتي. تمام جابهولي ادي المقطع. دلوقتي احنا بنسجل مقطع صوت. ممكن احط عليه اي تأسير بها. ونفرض مسلا تأسير ايه? تأسير سودة. تمام? بس الفاعل. اظن كده وصلتك الفكرة وفهمت كل حاجة في البرنامج. تعال بقى نتكلم شوية في المفيد. طيب دلوقتي ازاي تستفيد من برنامج تغيير الصوت? اولا ممكن تستفيد منه كمستعدم عادي بعيد خالص عن موضوع ربح من الانترنت. زي مسلا انك تغير صوتك في الالعاب الاولاين اللي فيها ذردشات او مكالمات صوتية. او مسلا تغير صوتك في البس المباشر على السوشيال ميديا او الحفلات او اللايف او زي ما انت بتسميه او حتى في الدردشات الصوتية زي مسينجر فيسبوك مثلا لو انت بتكلم حتى. طيب ازاي بقى نستخدمه في موضوع الربح من الانترنت? كتير من حضراتكم عايز يعمل محتوى على فيسبوك ولا يوتيوب ولا ديكتوك. ومش حابب يظهر بصوته ولا بصورته. يعني ممكن نقول عندهم خجل وكسوف انهم يظهروا بصوتهم او صورتهم. والخجل وكسوف ده لانهم لسه بيجربوا حاجة جديدة مش عارفين هتنجح ولا تفشل. فهو مش عايز يخد تجربة فشلة ويتقال عليه ده اجرب مسلا عمل قناة او عمل محتوى وفشل فيه. فالبرنامج ده بقى بيديك فرصة ان انت تجرب بيها. وبيديك ثقة كمان لانك مش هتبقى معروف. وخصوصا الناس اللي بتتكلم في محتوى حساس شوية. ومش بقصد بحساس حاجة خارجة. حساس يعني مسلا بتكلم في فيديوهات انتقاد وكلام من ده. وفيه قناة كبيرة ومشهورة وقالبكم عارفة القناة دي مشى بالنظام ده. وانت مش لازم طبعا تقدم نفس المحتوى او محتوى شبيه. ممكن تقدم مسلا من محتوى اغباري. الاخبار غزيرة واكترة جدا. والمحتوى الاخباري هيكون نجح جدا. بس المهم النوى يتعمل صح. او ممكن تعمل محتوى كوميدي او محتوى ري اكت وانت مغير صوتك وتعلق على الفيديوهات. وكمان موضوع طغير الصوت ده هيبقى كويس جدا في فيديوهات القصص والحكايات. زي الفيديوهات مثلا اللي فيها اكتر من شخصية بيكلاموا بعض يوم. وكمان محتوى الاطفال هيبقى كويس جدا وقصص الاطفال. كمان الناس اللي حبه ان هي تعمل قنوات قرآن مثلا بسطة او قنوات اشعار او قنوات حكم. البرنامج ده فيه نبرة صوت بتعمل صد صوت مميزة جدا وبتطلع الصوت احترافي. يعني مثلا نشوف الاية القرآنية دي هسمعها لك قبل وبعد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. فيه فرق بين الصوتين صح? لو قلت صح تعمل لايك على الفيديو. وتقول لنا رأيك في تعليق لو عايز جزء تاني من الشرحة ده. رابط احمي لي برنامج في وصف الفيديو موجود في اول تعليق مسبت.